غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبو ضبي لتأديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والسيد الرئيس كان تقدم بنعي قال فيه أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء قدم فيها الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذج للتطور والحداثة في منطقتنا العربية أضاف السيد الرئيس لقد كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل وضع الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة وكان المتحدد باسم رئاسة الجمهورية أعلن مبارح عن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث أيام حدادا على وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله رحمة واسعة بيستابل النهاردة الشيخ محمد بن زايد النهيان حاكم أبو ضبي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للتحاد حكام الإمارات في الفقيد الشيخ خليفة بن زايد النهيان في قصر المشرف والشيخ محمد بن زايد والشيوخ كانوا أدوا مبارح صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد النهيان واللي وافطه المنية بالأمس وشيع الشيخ محمد أو شيع الشيخ محمد بن زايد والشيوخ جثمان الفقيد لمثواه الأخير ووريا الثارة في مقبرة البطين في أبو ضبيع وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات كانت أعلانة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد النهيان لمدة أربعين يوم وتعطيل العمل فيه الوزارات والدوائر والمؤسسات للتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة ثلاث أيام كما توالت التعازي للإمارات وقادتها وشعبها من زعماء وقادة الدول في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان فتقدم سمو خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود بالتعزية لحكومة دولة الإمارات وعائلة النهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان كذلك نعى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة وأكد أنه ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون وتقدم أمير دولة الكويت الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ببرقيتين تعزية لنائب رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبيا وعبر عن بالغ حزنه وتأثره بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وبدوره نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعميق الحزن والأسى الشيخ خليفة وأعرب عن خالص تعازيه للدولة قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الكبير ونعى العهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة الشيخ خليفة بن زايد النهيان وأعرب عن خالص التعازي لأسرة النهيان وحكومة وشعب الإمارات دعيان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته كذلك نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وقال إنه كان شريكاً وصديقاً حقيقياً للولايات المتحدة الأمريكية ومحلياً نعى مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الإمارات العربية وللأمتين العربية والإسلامية واللي فقدت قائداً حكيماً أما المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فنعى الشيخ خليفة بن زايد النهيان وهو نفس الحال للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيخ كذلك تقدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف بخالص العزاء وصادق المواسع لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وللأمة العربية والإسلامية دعينا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحماته ومغفرته كذلك نعت الكنيسة القبطية الأرتزوكسية برئاسة قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة بعد أن قضى عمره في خدمة الإمارات وكان خير خلف لخير سلف طيب